ماما خلت بيغلص علي وضرمني انا وضربتهاش كذاب انا شايفك وانت بتضربه خلاص بقى حرام عليك وهو كل يوم خناه انا زهئت ده اكيد بابا ما هو لو كان محمد كان هيفتح بالمفتاح انا هروح افتحانا ازايك يا دين عاملة ايه الحمد لله يا محمد ما فتحتش الباب ليه بالمفتاح هعمل ايه بس ما انت شايفة الشنط كتير او في ايدي تعالي يا اولاد خدوا الشنط دي ودخلوها جوا جبتلي الحاجة الحلوة اللي انا قلتلك عليها ولا نسيت وانا قدر انسى برضو يا ايسل جبتلك طبعا حبيبي يا بابا وانا يا بابا جبتلي تشارتي الكرة ايوة طبعا طب وانا ما جبتليش حاجة انت بقى يا قلبي عسل جبتلك الكرة نفسها بس اهم حاجة ما تلعبش بها في البيت زي ما اتفقنا شكرا يا بابا ربنا يخليك لهم يا محمد انت بتيجي على نفسك قوي علشان تبسط الولاد الحمدلله يا دينا بس انت مالك كده بقالك كام يوم ما بتتكلميش ولا بتهزري زي زمان ايه اللي حصل والله يا محمد المسئولية عملة تكبر والولاد مش بيبطلوا خناق طول النهار وانا تعبتك انا عارف والله اللي انت فيه ربنا يعينك طب اقولك على حاجة خلي العائلة يلبسوا وانت جهازي وتعالي نخرج شوية يا ريت الولاد هتبستوا قوي اما روح اقول لهم وخرجنا وروحنا تغدنا برا والولاد كانوا مبسوطين قوي واحنا ماشيين في الشارع بنتفرج على المحلات قابلنا راجل غريب قوي وقفنا ازايك يا فندم؟ اهلا وسهلا اه في حاجة ولا ايه؟ انا منذوب شركة سياحة وبنعمل استبيان من الناس وبنجمع معلومات على الاماكن السياحية اللي هم رحوه تمام بس انا مش فهم ايه الفايدة حضرتك اللي هتستفيد علشان بعد ما بناخد المعلومات وناخد رقم تليفونك علشان شركتنا بتعمل سحبه وبتبقى الجايزة رحلة مجانية من رحلات اللي بنطلعها مالك يا دينا مش عارفة تنامي ليه؟ والله يا محمد ايسل دي غريبة قوي معظم اليوم بتقعد لوحدها ومبترداش تلعب مع اخواتها زي الاول ويه الغريب في كده يعني؟ هي بنته واكيد مش هتلعب لعب الولاد دي حتى قبل ما تنام بتعمل باي باي للسقف وبتقوله تصبحي على خير ولما بقول لها بتقولي المين كده بتقولي لصاحبتي هي ممكن علشان بنته وحيدة على ولدين فبتعمل ليها اصحاب من خيالها ما تقلقيش يعني الموضوع عادي وبعدين يا دينا انتي تعبانة اليومين دولي من شغل البيت انا عايزك كده ترتاحي ونامي وما تفكرش كتير ماشي تصبح على خير وانتي من اهلا وجيه تاني يوم ولقيت رقم غريب بيتصل بيا الو؟ عامل ايها فاندم انا الحمدلله بس مين معايا؟ انا ماندوبي الشركة اللي قابلته حضرتك علشان ادخلك السحب على الجايزة اه اهلا وسهلا حضرتك كسبت في سحب الشركة وكسبت رحلة مجانية من رحلات الشركة طب والله كويس فرحتني بس هي هتبقى فين؟ هتبقى في اسوار طب ومعادها امتى بقى ان شاء الله؟ هتبقى كمان يومين وهنروح بالقاطل والاسر هتطلع من المحطة في ده برا المدينة وبعدها قفلت معايا وروحت قلت لدينا والاولاد دينا فاكرة الرجل اللي قابلناه بارحة ايوة بتاع شركة السياحة لسه مكلمني من شوية وقالي ان رقمي دخل السحب وان احنا كسبنا رحلة الاسوار واخيرا هنروح رحلة احنا مروحنش اسوار قبل كده انا نفسي رحها قوي يعني يا محمد مش المفروض نسأل عن شركة السياحة دي الاول ايوة طبعا عندك حق انا هتصل بواحد صاحبي شغال في نفس المجال وهسأله واتصلت بصاحبي وقلت له عن اسم الشركة والمندوب اللي اتصل بيا وقال لي الشركة دي محترمة جدا وليها وجود من زمان قوي وان كل شركات السياحة بيبقى ليهم مندوب كده وكل فترة بيعملوا سحب وبيطلعوا رحلات مجانية طبين يا دينا الشركة طلعت كويسة جدا وما فيهاش اي مشاكل يعني الحمد لله هنسافر ايوة ان شاء الله وهستنى المندوب يكلمني تاني علشان يبلغني باقي التفاصيل وهقابله فين وهستهلم التذاكر ازاي يعني نحضر حاجتنا من دلوقتي ماشي لان ما عادش في وقت وبعدها بشوية كلمني المندوب وبعتلي اللوكيشن بتاع محطة القطر وصور التذاكر بتاعتنا وقال لي ان هيبقى فيه مشرف هيستقبلني من هناك علشان يقول لي على برنامج الرحلة والمفروضة بقى موجود في المحطة الساعة واحدة بالليل ياه الساعة واحدة احنا هنطلع من هناك قبل واحدة بكتير علشان المحطة دي برا المدينة وعلشان نوصل في معادنا طب واحنا هنوصل اسوان بعد كم ساعة المندوب قال لي 15 ساعة ياه ده كتير قوي يعني كل الفترة دي مش هننام ما هو القطر بيبقى فيه سراير وكل حاجة انتو بس اللي مركبتوش قطرة قبل كده ودلوقتي غير الاول كمان وجه الوقت اللي حضرنا فيه حاجتنا ونزلين علشان نروح المحطة ومشينا على اللوكيشن المندوب بعتهولي وبعد ما وصلنا المحطة قابلنا المشرف عامل ايه باشا انا رضا مشرف الرحلة اتشرفت بمعرفته الشرف ليه يا اكيد حبيبي والله احنا حجزنا ليكو كابينة للعائلات وهتقعدوا فيها طب تمام يا رضا تسلم الراجل ده شكل وحش قوي مين ده اللي هناك واقف عند باب القطر مفيش حد واقف انا شفته وبعد ما دخلنا القطر جه العامل ووصلنا الكابينة واقعدنا فيها اتفضلوا ارتاحوا عشان المدة طويلة وهنعدي على محافظات كتير وكان طبعا الوقت متأخر والولاد كمان كانوا تعبنين ونمنا وصحنا وكان الوقت تقريبا الساعة 6 الصبح وفجأة ملقتش ايسل وصحيت دينا فين ايسل يا دينا مش كانت نايمة جنبك ايه ده هي فين دي كانت نايمة هنا طب انا هروح ادور عليها وانتي خليكي مع خالد وياسر علشان ما يبقوش لوحدهم وخرجت من الكابينة بس الجو كان غريب قوي وكمان ملقيتش حد موجود اسأله المكان كله كان فاضي وازاي مفيش حد في القطر احنا كنا عقلات كتير ازاي يعني اختفوا ومفيش غيرنا في القطر وبعدها اسمعت صد حكت ايسل وروحت ناحية الصوت لقيتها قاعدة جنب القطر وعملت لعب انت هنا يا بنتي انا بدور عليكي انا خرجت لعب مع اصحابي وما رديتش اقلقكم طيب تعالي معايا نروح نطمن ماما خلص كل شوية طلعولها سلام اشوفكم تاني وبعدين قربت منها وخدتها من ايديها بقولك يا ايسل يا حبيبتي هو مين اللي كنت بيتسلم عليهم دول دول اصحابي قابلتها مع القطر وانتو نايمين بس انا يا ايسل ما شوفتش حد معاكي ما هما لما شوفوا حد جاي جير يوم عشان خافوا خافوا طيب تعالي معايا دلوقتي انت كنت فين يا ايسل وإن اللي خرجت من غير ما تقوليلي خلاص يا دينا دي كانت بتلعب مع اصحابها اصحاب ايه دا احنا صحنا من النوم وملقناش حد في القطر هي الناس اختفت راحت فين روح انت نامي شوية يا ايسل حاضر هو في ايه انت هادي كده ليه ولا كايني في حاجة ما انا يا دينا لازم ببقى هادي كده علشان معرفش اللي بيحصل واحنا صحنا من النوم وملقناش حد موجود اصلا وعايزين نعرف ايسل اصلا بتكلم مين انا مش شايف حد اساسا وبعد ساعتين لقينا عمل القطر جايب لنا الاكل اتفضلوا الاكل لالف عامل انت عايز استفسر بس عن حاجة اتفضل وازاي مفيش حد غيرنا في القطر انا كنت شايف عائلات كتير طالع معانا ما هم نزلوا في المحطة اللي قابلوكم اه تقصد نزلوا في المحطة اللي فاتت الله الاكل شكله حلو وطعمه جميل لا انا مش عاجبني ليه كده يا ايسل ده حلوة قوي اتجرابي كده واعدنا ناكل وحتى العالة بسطوا قوي هوينفعتوا بقى الشمس لونه احمر قوي كده مش غريبة دي ممكن يكون في حاجة في الجو او مركبين حاجة عالشبابيك مخلية لونها كده بعد ما خلصنا الاكل قعدنا شوية وقومنا نشوف باقي المكان وروحنا المكان اللي بيحضره فيه الاكل بس ملقناش الراجل اللي جاب لنا الاكل في الكابينة محمد انا قال انا قوي وما فيش حد غيرنا في القطر والراجل اللي جاب لنا الاكل ده شكله غريب قوي الراجل شكله عادي يا دينا وبعدين مش هو قال لنا ان العائلات التانية نزلوا في المحطات اللي قابل كده الرجل ده شكل وحش وكمان كان متعور في وشه لا يا أيسل ده شكله طبيعي بس يمكن علشان ملامحه نكشرة خليتك تفكر انه هو متعور المهم يلا بينا نرجع الكابينة طب ما نشوف اي حاجة نعملها ده لسه بدري على ما نوصل انا هطلع برا كده شوف اي حد من المشرفين او لا اي حد اسأله عن مشرف الرحلة انا زهقان بقى انك تلفل اطربة بتعملش حاجة وانا كمان زهقت احنا هنوصل امتى ده لسه بدري تقريبا 8 ساعات تعالوا نلعب مع بعض ونضيع الوقت انت بتتحكي وبتلعبي مع مين يا أيسل مع صاحبتي صاحبتك ايه ده انت قاعدة جنب الشباك ومفيش حد عجبك كده اهي مشيت يا ربي عالجنان اللي انا فيه ايه ده احنا دخلنا فين الدنيا ضلمت لكده احنا ممكن نكون دخلنا في نفق طب انا هفتح كشاف الموبايل انا شايف خايل الناس ماشية براك كبينة مين دول ما عرفش ده ما كانش فيه حد موجود انا خايف قوي طب انا هروح افتح لا ما تفتحيش انا خايف خلاص ايه دي يا أيسل مش هفتح الباب بس هنوصل لباباك ازاي ده ما فيه شبكة خالص ايه ده ده صاحبتي جات الدنيا نور التالي ومعادش فيه خيال قدام الباب اتأخرت ليه كده يا محمد انت كنت فين ده كان فيه ناس عمالة خبط على الباب ده ما من ساعة ما خرجت ومقابلتش حد خالص أصلا غريبة ده كان فيه ناس بتخبط جمد على الباب وقايسل خافت ومرضت شفتح وما كانش فيه نور ما فيش نور ازاي ده انا كنت ماشي والقطر منور عادي وما ظلمتش خالص محمد انا خايفة حاسة اني فيه حاجة مش طبيعية طب يلا تعالوا نخرج مع بعض لان المكان ده مش مريح ونحاول نخرج من القطر ده بابا دي كل ساعات القطر ووقفة على الساعة واحدة ايوا صح انا ما كنتش اخد بالي وطبعا الموضوع ده خلانا شكة اكتر ان فيه حاجة غريبة وخفت على دينا والولاد بابا انا عايز ادخل الحمام ما عارفش فيه حمام منين غير اللي كان موجود جنب الكابينة تعالوا كده نشوفوا احنا ماشيين عايزكوا بس تمسكوا في ايدين بعض كويس ده فيه حمام هنا طب ادخلوا احنا هنا مستنينا الحمام ده مخيف قوي ليه كده منور عمول ينور ويتف كل شوية وحاسس ان فيه حد معايا مش لوحدين طب يلا تعالوا عشان ندخل من هنا لا ما تدخلوش من الباب ده خشوا من اللي جنبه ليه ايسل صاحبتي قالتلي ان الباب ده خطر وعرفت منين هي كتيبتلي على الشباب مفيش حاجة مكتوبة على الشباب بلاش ندخل من الباب ده يا محمد وخلينا ورا الكلام اللي بتقوله ايسل وهو انا همشي ورا كلام ايسل واحنا في الموقف ده ايوة لان وانت مش موجود النور اتطفى فجأة وما جاشر لما قالت ان صاحبتها جت اكيد في حاجة هي شايفاها احنا مش شايفينها تمام هنمشي وراها ونشوف وطبعا فضلنا ماشيين زي مقيسل قالت واول ما خرجنا من الباب اللي قالت عليه ولما جينا نوصل للباب التاني الباب اللي ورا فتح وطلع منه العامل والمشرف والمندوب وكانوا جايين علينا بسرعة بس كان منظرهم مرعب وكان في جنب من وشهم مش موجود كان عظم بس محمد انا خيفة على الولاد هنعمل ايه يلا بسرعة نخرج من الباب ده وبعد ما خرجنا بسرعة لقينا نفسينا خرجين من باب قودة قديمة كأنها في الصحراء وفي راجل كان معدي قالنا انتو ايه اللي جابكو هنا سألته وقلت له ايه المكان ده اصلا قال لي ده مكان شركة سياحة كبير كان حصل فيه حريق كبير وكان موجود فيه موظفين كتير بس كلهم ماتوا ومن ساعتها وهو مهجور وبعدنا مشينا شوية وشوفنا العربية بتاعتنا كانت مركونا في مكانها وخدت دينا والولاد وروحنا على البيت وكنا مرعبين جدا والتاني يوم اكتشفت ان ده كان فرع من فرع الشركة اللي كانت المفروض مطلع الرحلة وتحرقت ينهر السود يعني كل اللي حصل ده خيال مش حقيقة بابا انا صاحبتي قالتلي ان هي اللي طلعتنا الرحلة دي وهي كمان اللي خلتنا نتخيل كل ده مين صحابك دولي وهم بيعملوا كده ليه اللي عايز جزء تاني من القصة دي اتمنى تشترك في القناة وتفعل زرور الجرس وتعمل لايك وتشاير المقطع واحلى مساء عليكم وسلام